في العراق فادت حصيلة نشرتها بعثة الامم المتحدة بمقتل 761 قتيلا واصابة قرابة 2000 اخرين بجروح خلال يونيو الماضي وان اغلب الضحايا من المدنيين ويأتي هذا في وقت عثرت فيها شلطة العراقية على جثث ثمانية من عناصر الصحوات كانوا قد قتلوا قرب بغداد في ذل اعمال العنف التي شهدها العراق اشارت احصاءات بعثة الامم المتحدة الى مقتل اكثر من 2500 عراقي خلال الاشهر الثلاثة الماضية وافادت حصيلة نشرتها بعثة الامم المتحدة بمقتل 761 قتيلا واصابة 1771 اخرين بجروح خلال يونيو الماضي واشارت الحصيلة الى ان اغلب الضحايا من المدنيين وكانت اشد المناطق تأثرا باعمال العنف العاصمة بغداد التي قتل فيها 258 شخصا بينما تجاوز عدد القتل في كل من محافظات صلاح الدين وديالا ونينو والانبار المئة وكانت الشرطة العراقية قد عثرت على جثث ثمانية من عناصر الصحوات كانوا قد قتلوا في بلدة التارمية قرب بغداد وسياسيا سحب النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي كوسي سهيل استقالته من منصبه والتي سبق ان قدمها الى رئاسة المجلس قبل نحو اسبوعين لاسباب وصفها بالخاصة وقال مكتب السهيل ان سحب الاستقالة جاء نتيجة نصيحة رجال الدين واستجابة للمناشدات السياسية ولما يترتب عليها من اضطراب واضرار ومن جانبه رحب التحالف الوطني بقرار سحب الاستقالة من جاة اخرى صوت اقليم كردستان العراق على تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود برزاني سنتين اي حتى العام الفين وخمسة عشر وفي سياق مغير كشف محام عراقي موكل للدفاع عن سجناء سعوديين في السجون العراقية ان السلطات نقلت 29 سجينا سعوديا من سجون السوسة وجمجمال والحماية القصوى الى سجن التسفيرات استعدادا لاعادتهم الى السعودية ويأتي هذا الافراج بموجب اتفاقية تبادل السجناء التي وقعت بين السلطات العراقية والمملكة السعودية مؤخرا